بصة الموضوع لما بتخلص الناس بتستسيلها الاعتبر ان النادي الاهلي مين حيقول يعني لكن لازم عشان اقولك احيانا احيانا في ناس تستسلم من اول لا وناس تناضل عشان تغير مصارات الامور الموضوع ده حصل كده حصل كده احنا لما جبنا الداتا بتاعته كان هو واحد تاني ده نتاج عمل لجنة السكاوتين هاني والمجموعة هو واحد تاني بس ده نمر واحد خطة الف ده خطة باية حيبقى فلان المواصفات اللي كان طالبة كولر موجودة الجسمية وسنية والمهارية فكان اولا هو فلسطيني بس عايش متولد في الدنمارك كان فيه مشكلتين انا عشان اتطمن ان يبقى فلسطيني امير اولا بعد ما خدنا قرار ان احنا عايزينه من ناحية الفنية كانت اول عقبة الوكيل بيقول الامير لا احنا مهتمين باوروبا باوروبا ده طبعا اول هام ان كولر يقتنع اه فاختناعه كولر بياخد وقت طبعا فما صدقنا ان اقتنع على صفقة هتبقى تعامل معاملة المحلي مش هتحجز ودي كانت مهمة جدا فارتبنا الاولوية ليها نأمن دي بس فامير امير الخطوة التانية اشرح النادي الاهلي للناس دي ففوج او فجئني فجئني بيرد ايجابي جدا بعد ما بعد طبعا كل بنات النادي الاهلي بنات يعني بطلاته مكانته الدولية والعالمية والمحلية الجماهرية بتاعته التحديات اللي مستنيهوا منها طبعا كان التحديات الاخيرة كاس السوبر وكاس العالم للاندية والحاجات دي فلما اللاعب تابع اصبح من اشد المتحمسين ولغى كله خططه واصبحت الاولوية للنادي الاهلي هو اه طبعا فكان عمل جد وجميل يحي عليه امير ايه وقبله طبعا انك تقنع ميستر كولر بالمواصفات دي يبقى لو تعرف الشغل والتقرير اللي بيروح لميستر كولر على اي لعيب ايه بقى فيديوز احنا اخدنا نموذج معين وطورناه ومن رغبات ميستر كولر ولجنة التخطيط وكابتر الخطيب اضفنا اليه بيشمل اللعيب اخر انتقلات له الطول الحالة البدنية الحالة الصحية الاصابات الحالة المهرية وانجازاته تنقلاته بين الاندية اذا كان اللعيب دولي واذا كان اللعيب محلي بيعمل ايه بيعمل ايه وبعدين اضفنا عليها بعد الموضوع بتاع برونو سافيو الاتيتيود اه الحاجة المزاجية اه هو بيع مشهور عنه ايه ايه اماس حساس سنته شخصية اه مع زميله مش الحاجات دي مهمة جدا اه فما بتقدم التقرير بهذا المستوى وطبع العالة الطبية ايه والحالة الطبية واحنا بنبحثها بنستند طبعا على التقارير الجنة ولكن دايما نترك الحسم للكشفات بتاعتنا احنا لما ييجي يعني فكل ده مجهود هاية لتعمل من من والتقرير راح بشكل محترف قوي لما الناحية الفنية واسمات الشخصية اقنعت ميستر كولر وعلى فكرة ميستر كولر من النوع اللي بيهتم جدا بالشخصية اللاعب يعني هو حتى ما بيقعد في لعيبة بيسألهم اسئلة هو زي دارس علم نفسه او حاجة فبيسأل اسئلة يخرج من طبعات مين حيبقى مريح مين حيبقى مطعم دا يتعامل ازاي دا يتعامل ازاي فجات لك اشتغل المتابعة تبقى حجم القناعة بتاعت الجهاز الفني عملت ويه عملت ويه عملت ويه فكان التركيز ان الخش بقى مع النادي بدأت الصعوبة التانية اول ما اتكلمنا في شكل رسمي تم الاعلان في السويد عملت لنا دا بكاين لان لما وسائل الاعلام الاعلام عندنا والسوشيال ميديا والوكلاء بدأوا يتداولوا القصة بتاعته بيستشعروا على طول حجم الاهتمام بنتحط بقى احنا تحت ضغط فان الموضوع ده بقى اهتمام جماهيري واعلامي الطلبات بتتغير ولذلك انا دايما حريص جدا ان انا على قدر امكان ماقولش حاجة عشان المفاوضات اللي بتبقى فيها تحت اضواء الاعلام بتبقى صعبة بتبقى اصعب حاجة التفاوض عبر الاعلام طبعا فكان دور امير طبعا وفيه تواصل مستمر بيننا كلنا بدأ فيه رغبة من اللاعب وكيله لانجاز الامر وبدأوا يضغطوا معنا سافر امير هنا في المرحلة دي وعلى ضوء الطبيعة قدر يوصل الاتفاق جيد حتى لو زاد سنة عن اللي احنا كنا حطينه اللي انه بشروط يمكن الاهل يتعامل معه وتحمل لازم اشكره واشكر فدرة السكاوتينج واتمنى بقى من الجماهير ان الصفخة تيجي بدون توقعات مبالغ فيها انصاف الفرص ومش عارف ايه وهو ده بقى استنوا لعب عنده 24 سنة لعب منتخب ماضي 4 سنون ونص مش كده يعني من ضمن الحاجات انا نسيت اقولك عايزين نتأكد ان يلعب لنا هنا في مصر كفلسطين عايزين مستندات بدأ يجمل لنا مستندات قديمة لابو وامو بقى اه شهادة ميلاد حبيبي تعرف تطلع باسفور بناء على هزي تلسطيني اه اتصور انه طلع الباسفور برافو امير ادلنا الاوراق كلها وبعدين بقى احنا الهساسة بقى خدوا الورا دا وكلموا الاتحاد وعرفوا الاتحاد الفلسطيني بإذن الله بإذن الله تمام كل الهومورك او الواجب المنزل يتعمل من خلال سكاوتينج من خلال التعاقدات من خلال الرحلات المكوكية قدرت سكاوتينج كانت في افريقيا بتجمع بياناته تعمل عنهان رمز في غانا مش كده ورجعوا من المدة وهو امير ياخد النتائج ويترجمها لنا واحنا مع الكابتل الخطيب في المستوى الناشئين بتبقى بتاعتنا الى حد كبير في المستوى الكبير بتاعت مصر كولر وكل تاكيد ولجنة التخطيط طب وفي كل الاحوال لازم لجنة التخطيط وكابتل الخطيب يوافق يمر عليهم ويقوله طبعا هي دي العمل المؤسسي الناحية الفنية فالمجهود كان كبير احيي الناس كلها عليه واتمنى ان احنا نطور ونمشي على هذه الوتيرة والقادم ربنا سهل ويبيض وش الناس كلها اللي تشتغل صالح النادي الالي وجماهيرنا تصبر مش درون نتوقع يعني بإذن الله لو حصل كلنا سعداء ما تسأل عايزة شوية تنسجام مش اعداد بتاع اولويات حينافس زميله ومش جاي على فراغ هو جاي على الناس موجودة حينافس زميله بإذن الله يحتضنوه واستوعبوه كعادة فريق النادي الالي وانا استطيع نحقق منه الفايدة المأمولة